قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يعني إذا أردتم أن تبدأوا صيام رمضان فابدأوا صيام رمضان بناء على دخول الشهر كيف نعرف نحن أنه دخل الشهر نعرف دخول الشهر من خلال رؤية الهلال والهلال مطلعه ليس فقط خاصا بشهر رمضان بل قال الله جل وعلا وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلًا وقال سبحانه وتعالى وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب فجعل الله تعالى القمر يظهر في أول كل شهر بيانا لبداية هذا الشهر وهو يظهر سواء في أول شهر رمضان يظهر في أول شهر شوال في أول ذي القعدة في أول ذي الحجة إلى آخر الأشهر ليس خاصا بشهر رمضان لكن السؤال هل إذا صام إذا ظهر في بلد هل يلزم بقية البلدان أم لا يلزم إذا كان الناس في بلد واحد عرفا ويتفقون في المطالع وفي المغارب بمعنى أنهم طلوع الشمس وغروب الشمس متقارب عندهم فإنه إذا رؤي في بلد فيلزم البلدان التي تتفق معهم في المطلع أن يصوم معهم أيضا وكذلك إذا كان البلد نفسه له جبل وله سهل له وادي مثل بعض البلدان يكون بعضهم في الجبال وبعضهم في الوادي فإذا رآه أهل الجبل لزم أيضا أهل الوادي أن يصوموا معهم ترجمة نانسي قنقر